أستاذ محمد فاضل يعني أنت كمخرج هل اخترت توجهك في مجال الدراما؟ يعني هل كان لك مثلاً تفضيل أكثر للموضوعات التاريخية؟ للموضوعات الاجتماعية؟ أو أنا طبعاً الاجتماعي هو الأساس لكن حتى لو أنا عملت عمل تاريخي عاوز أوصل برضو لرسالة اجتماعية يعني على سبيل المثال فيلم ناصر 56 للكاتب محفوظ عبد الرحمن هو مش الهدف منه أن أنا أتكلم عن ما كانش تاريخ حياة جمال عبد الناصر احنا قدمنا مفيش يعني مرحلة محدودة جداً يعني من يوليو تقريباً لحد الأعدوان السلاسي أو في نوفمبر آخره كان كده يعني 6 صور ما كانش الهدف مجرد أن أنا بعمل عمل تاريخي عشان أقول لأن الناس ما حافظوا الخطبة وعارفة لا كنت عايزة أقول أنه ما حاستلمنا قناة السويس في 26 يوليو سنة 56 من اللي أدار هاية قناة السويس مجموعة شباب مصري لأن وقتها المهندس محمود يونس كان عنده 38 سنة مهندس عزة عادل اللي هو كان بعد كده رئيس هاية القناة كان عنده 28 سنة فكان الهدف بنقول إيه ومن ساعة مصر ما استلمت القناة في سنة 56 ما حصلش أي دروب أو أي يعني خلل في إدارة هذه القناة إذن هذا السباب المصري وحتى لما نسحب المرشدين الأجانب في ليلة 14-15 سبتمبر سنة 56 برضو ما حصلش فقد أو تعطيل من سحب المرشدين أجانب معادة اليونانيين طبعا عشان يعملوا المصر إحراج إنها حتى المرش مهمة جدا في القناة زمان يعني حتى قبل التوسعات وكده فكان المرشد ده دوره أساسي عشان ما تخبطش المراكب فبعد مين اللي يقدر ده الشباب المصري جبنا وقتها فاكر يعني أو زي ما جيه في الفيلم شباب من ضباط القوات البحرية واخدوا تدريب من المرشدين اليونانيين وقدروا ما حصلش خالص يعني ما حصلش أي عطل كان في القناة من يوم مصر ما استلمتها لحد النهاردة فإذا ده كان الهدف من الفيلم إذن حتى الفيلم التاريخي عايز أقول من خلاله لأ يعني عملت هدى شعراوي أو مسلسل اسم مصر الجديدة عن هدى شعراوي من خلالها ما كانش بس عمل تاريخي لا ده بقول المصريين لما اتفقوا وعملوا التوكيلات لساعة زغلول في صورة 19 إذن وده حتى تكررت في 30 يونيو على سبيل المثال يعني إذن الشعب المصري قادر على إنه يغير يعني أقصد هدى ما بعملش عمل تاريخي لمجرد تاريخ لا ده أنا بستفيد يعني حتى نستخلص منه مثلا ما يفيد الحياة الحالية مش مجرد بعض ممكن يندرج على الحياة الحالية آه يعني أنا مش الناس راح أتفرج على متحف لا ناس تفرج على دراما تصلح ناخد منها قيم للعصر اللي احنا فيه آه يعني حضرك يعني بتختار بجدية شديدة جدا الفترة التاريخية اللي بتكتب عنها تبقى مفيدة يعني بتقدمها للناس خير وأيضا لك توجه كبير أيضا للموضوعات الاجتماعية في مصر ده أساسا آه لأنه الدراما الاجتماعية دي هي أساس التلفزيون لأنك بتخطب الناس في بيوتهم اللي في البيت آه اللي عادي يفرجوا عليك بملابسهم منزلية وهم بيشربوا شاي والنور منور آه ده ده تقص مختلف عن السينما والمسرح آيه أنا السينما بخش في ضلمة قع ضلمة بتفرج ما أقدرش أتكلم مع الجنبي لأن اللي وراي حيقولش لكن أنا وأنا بتفرج على التلفزيون وأنا شخصيا كنت بعمل لحظات وبتعمدها في وأنا بعمل الإخراج يعني إن في لحظة صمت هنا أعملها عشان المشاهد لو قالك لا ده ملوش حق آه لازم يعلق يعني أنا بسميها التحريض على المناقشة بوجد للمشاهد قضايا أو مواقف عشان هو اللي جنبه ممكن يقوله لا أنا رأيي لا هو اللي غلطات وأعتقد يعني تلك إحدى وظائف الفن بشكل عام لازم يعني أن يسير التساؤل يسير التساؤل أنا بسميه ببالغة شوية سميها التحريض على المناقشة يعني ما ما بقاش قاعد بتفرج كده مستسلم آه ويقزأز لب لا أنا لازم أخليه قاعد متوقت ميش متوتر يعني قصلي منتبه أيها أيها ما بعملوش دراما يقزأز معها لب منفعش حلو التعبير دا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر